اشتركوا في القناة واصحابه اجمعين بعدما تحدثنا عن ان اليهود والنصارى كل واحد من اولئك ادعى ان ابراهيم عليه السلام هو منهم فقالت النصارى ان ابراهيم منا وقالت اليهود ان ابراهيم منا فاجابهم الله سبحانه وتعالى قائلا يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون والمعنى هي ان اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والانجيل على موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا ابراهيم كان قبل موسى بألف سنة كما يقال وهو سيدنا ابراهيم كان قبل سيدنا سيدنا عيسى بألف سنة فكيف يكون منهما او على دينهما وللك قال تعالى يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون هانتم هؤلاء حاجتوا فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وها هنا يا حرف تنبيه نبهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها ها أنتم او ها أنتم وأنتم هو مبزد وهؤلاء وهؤلاء هو خبروا أنتم ايا هؤلاء وحذفت ياء النداء مع اسم الإشارة لقول صاحب الخلاصة ابن مالك رحمه الله وذاك في اسم الجنس والمشاري له قل ومن يمنعه فانصر عاذي له حيث إن حرف النداء مع اسم الجنس واسم الإشارة حذفه فيه خلاف البصريون ذهبوا إلى منع حذفه والكوفيون ذهبوا إلى جواز حذفه مع اسم الجنس واسم الإشارة وهو اخسيار ابن مالك رحمه الله ولذلك قال ومن يمنعه فانصر عاذي له قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاجتتم أي أنتم يا هؤلاء الحمقاء جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجل عنادة فلم تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم عليه السلام والله يعلم ما حاجتتم فيه وأنتم لا تعلمون أي وأنتم جاهلون به ثم قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا أي مائلا عن العقائد الزائغة مسلما أي منقاذا لله أي كان على ملة التوحيد لا على دين الإسلام الذي حدث بنزول القرآن الكريم الإسلام حدث بنزول القرآن الكريم لكن المراد بقول الله تعالى ولكن كان حنيفا مسلما أي منقاذا لله وعلى ملة التوحيد لا على دين الإسلام الذي حدث بنزول القرآن الكريم ثم قال سعالى وما كان من المشركين أي إن إبراهيم عليه السلام كان حنيفاً مسلماً ولم يكن من المشركين وهذا عريض بأن هؤلاء مشركون لإشراكهم به عزيراً والمسيح ورد للدعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فالنصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله فهؤلاء هم المشركون ثم قال سعال إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه أي إن أخصهم به وأقربهم منه لالذين اتبعوه إذ المقصود بأولى من الولي وهو القرب إن أقرب الناس وأخصهم به مو الذين اتبعوه لالذين اتبعوه من أمته وهذه اللام في للذين هي لام التوكيد وهي لام الإبسدة وزحلقت إلى الخبار وزحلقت إلى الخبار كما قال في الخلاصة وبعد ذات الكسر تصحب الخبار لا مبتداء نحو إن لوزار والوزار هو الحصن ولذلك قال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذين آمنوا لموافقتهم له في أكثر في أكثر ما شرع لهم على الأصالة ثم قال سعلا والله ولي المؤمنين فهو ناصرهم وهو يجازهم الحسن لإيمانهم وهذا وعد لهم بالنصر في الدنيا وبالفوز في الآخرة وهو كما قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أي تمنت طائفة وأحبت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم قالوا نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية فلو هنا هي بمعنى أن ودت طائفة من أهل الكتاب أن يضلوكم عن دينكم وما يضلون إلا أنفسهم ولا يعود وبال ذلك إلا عليهم أي وما يضلون إلا أمثالهم وما يشعرون بذلك ثم قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تنبيسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي بما نطقت به التوراة والإنجيل وقد دلت على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنها آيات الله يا أهل الكتاب لم تنبيسون الحق بالباطل أي لم تخليطون الحق بالباطل بالتحريف وإبراز الباطل في صورة الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أي تكتمون نبوة سيدنا محمد صلى الله وسلم وأنتم عالمون بما تكتمونه وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا جه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون أي أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون أي وكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم ظنا بأنكم راجعتم لخلالين ظهر لكم قالوا المراد بالطائفة هو كعب بن الأشرف ومارك بن الصيف حيث إنهما قالا لأصحابهما لما حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام آمنوا بما أن أنزل عليهم من الصراسي إلى الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم صلوا إلى الصراسي أي إلى بيت المقدس آخر النهار لعلهم يقولون هم أعلموا منا وقد رجعوا فيرجعون وقيل إن 12 من إحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقول آخرا نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمدا عليه الصلاة والسلام بالنعث الذي ورد في التورة لعل أصحابه يشكون فيه ويرجعون ثم قال تعالى حكاية عنهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى أي تأحد مثل ما أوتي تم أو يحاج كم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لمن وافق ملتكم قل إن الهدى هدى هو يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه قل إن الهدى هدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتي تم أي أن يؤتى أحد مثل ما أوتي تم من التوراة ولمن والسلواء وفرق البحر وغيرها من الآيات والفضائل أو يحاج عند ربكم أي يوم القيامة تكون لهم الحجة عليكم والغلبة ثم قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اختصوا برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا رد لما زعموا من أن نبوة سيدنا موسى عليه السلام هي مؤبدة ولن يؤتي الله أحدا مثل ما آت بني إسرائيل من النبوة الشرف رد ربنا سبحانه وتعالى بقوله اختصوا برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم قال سبحانه وتعالى متحدثا عن خيانة هؤلاء للأموال ومن هل الكتاب من انت آمنه بقنطار يوده إليك ومن هم من انت آمنه بدين لله يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في لميين سبيل ويقولون على الله الكثب وهم إعلامون ومن هل الكتاب من يوده إليك قالوك عبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفا ومئتي أوقية من الذهب فأداه إليه ومن هم من انت آمنه بدين لا يؤده إليك قالوك فنعاص بن عزور اليهودي أودعه رجل دينار فخانه ولذلك قال سبحانه وتعالى ومن هم من انت آمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائمة إلا مدة دوامك قائما على رأسه مبالغا في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة وقيل وقيل معنى إلا ما دمت عليه قائما أي بوجهك فقائما وأنت مستقبلا له بوجهك فيهابك ويسحي منك فإن الحياء في العينين ألا ترى إلى قول بن عباس رضي الله عنهما لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء في العينين وإذا طالبت من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك حتى يستحي فيقضيها ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في المين سبيل أي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ولم يكونوا على ديننا عتاب وذن ومعنى هذا الكلام هي أنهم يقولون ليس علينا إثم ولا حرج في أخذ مال العرب المسلمين ذلك أن اليهود قالوا أموال العرب حلال لنا إنهم ليسوا على ديننا ولا حرمات لهم في كتابنا وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم وهذا الأمر يتكرر الآن وفي عصرنا الآن وفي عصرنا هم يأخذون أموال الناس وأراضي وأراضيهم ويقتلونهم ظلما وعدوانا وقيل إن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق هم عبيد لنا فلا سبيل علينا إن أكلنا أموال عبيدنا هكذا هكذا يقولون وهكذا يفكرون وقيل إنهم قالوا إن الأموال كلها كانت لنا فما في يد العرب فهو لنا وإنما هم ظلمون وغصبوها منا فلا سبيل علينا في أخذها منهم بأي طريق كان ثم قال سبحانه وتعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي ويقولون على الله الكذب بالدعائهم ذلك أي ليس علينا في الأممين سبيل وهم يعلمون أنهم كاذبون ذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم ثم قال سبحانه وتعالى بلى من أوفى بعهده اتقى فإن الله يحب المتقين وبلى هنا إثبات لما نفوه أي بلى عليهم فيهم سبيل هم قالوا ليس علينا في الأممين سبيل الله سعال قال بلى والفظة بلى هي لنفيما قبلها وعلى هذا يحسن الوقوف عليها ثم يبتلئ القارئ بقول الله تعالى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين على خلاف ما هو موجود عندنا في وقف الإمام الهبطي بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين فالوقف عندنا إلى قوله تعالى المتقين لكن من العلماء من استحسن الوقف على بلى لأنها تنفيما قبلها واجعلنا نبتلئ بجملة فيها من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين وهذه الآية تشعل بأن التقوى هو ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجبات والجناب عن المناهي ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين اشارون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم روي أنها نزلت في اليهود كتموا ما أنزل الله وبدالوا وحالفوا على ذلك أنه من عند الله وقد أضاف أربنا سبحانه وتعالى العهد هنا إلى الله حينما قال إن الذين يشارون بعهد الله لأنه عهد إلى الناس في كتبه المنزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء فيما يتعاهدون ويتعاقدون عليه وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها كما عهد إليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فعهد الله يشمل كل هذا ولما كان الناكث للعهد لا بد أن يأخذ شيئا في مقابل نكفيه العهد عبر عن ذلك بالشراء الذي هو معاوضة ومبادلة في الجملة ولكن قال تعالى اشتارون بعهد الله وأيمانهم وسما ذلك العوض قليلا حيث قال تعالى إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لأنه ما ما كان كثيرا فهو في الواقع قليل بالنسبة لجرمه وذنبه هؤلاء ناقضون العهد لا نصيب لهم في الآخرة أصلا ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم ولا ينظر إليهم نظر سعطف وارحمه ولا يزكيهم بالثناء عليهم أصلا ولهم عذاب أليم كما قال سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم إعلامون وإن منهم لفريقا يعني المحرفين يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يفتلونها بقراءته ويميلونها عن المنزل إلى المحرف إذ أصل اللي هو الفتل من قولك لاويت يده إذا فتلتها وللك قال سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون أسيناتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يعني لتظنوا أن الذي حرفوه وبدلوه هو من الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائه وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وهذا تأكيد لقوله وما هو من الكتاب وتشنيع عليهم أي ليس هو نازلا من عند الله ثم قال تعالى وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهَذَا تَأْكِيلٌ وَسِجِيلٌ عَلَيْهِمْ بِالْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّعَمُّدِ فِيهِ نسأل الله تعالى العفو العافية والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة